السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 12 كانون الثاني يناير وبما أن توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع اليوم القمر موجود في برج الجدي لغاية الساعة 3 ودقيقة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينيش بعدها بده ينتقل لبرج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة 3 و 29 دقيقة من صباح يوم الأحد 14 واحد لينتقل بعدها لبرج الحوت القمر الآن موجود في منزلة ساعة بلع وهي منزلة للعلاج الفراق اتلاف الأموال الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 8 و 3 دقائق من مساء اليوم موعد بث الحلقة الخميس لينتقل بعدها لمنزلة سعد السعود وهي منزلة للتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في منزلة سعد السعود لغاية الساعة 4 و 52 دقيقة من مساء اليوم الجمعة لينتقل بعدها إلى منزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والظفر والعقد القمر طبعا ما الآن موعد بث الحلقة موجود في برج الجدي فعشان هيك منظل أكثر عقلاني ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومن ندرك أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة أنه لسه تأثيرات برج الجدي نسيطر على الجميع فعشان هيك ممكن البعض مننا يكون متشائم أو حتى الوسواس يسيطر عليه أو الأفكار السودة لازم نعمل بجدية وما نعتمد على الحضوظ بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون ما قبل خلو المسار الساعة 2.33 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار السلبي رح يبدأ الساعة 2.33 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 3.3 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو هذا بيعني أن الفترة المذكورة اللي مدتها تقريبا 32 دقيقة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 3 صباحا بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بنتقل بيستقر في برج الدلو عشان هيك نشعر أن بحاجة ملحة للتغيير من ساعات الصباح لأن الروتين هو عدو هاي الوضعية يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها من بعضنا ممكن يود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة بمين الأشخاص من حولا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صدقات جديدة تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزاوية التي تلي الانتقال أول زاوية رح تكون زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين المشتري طبعا هاي الزاوية تأثيراتها مستمرة لأسبوع قادم دروت هاي الزاوية ساعة عشرة واحد وأربعين دقيقة صباحا هاي الزاوية بتخلق جو من التسامح بحيث أن نتسامح مع من أخطأ ويخطئ بحقنا ومن مد يد العون لألهم كما أنها بتدفعنا للتراجع عن الأخطاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و28 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش يجب توقي الحذر من يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها منثق في وعود غير واضحة ومنقبل باقتراحات غير منطقية نكون متيقظين في نفقاتنا أو لازم نكون متيقظين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل لأنه ممكن هذا الشيء يعرضنا لعسر الهضم والتخمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية الساعة 3 صباحا بتوقيت جرينيتش بتظل الأعضاء الأكثر حساسية الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن أما من بعد الساعة 3 صباحا بيصير عنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية بالنسبة لهذه الأعضاء طبعا هي الأكثر حساسية ما بنصح بوقتها أن نجري عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن كاهتمامات أو مراجعات طبية ما في أي مشكلة هذا اليوم بالنسبة للأشخاص المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا اللي بيكون انتهى خلو المسار قبل ساعات الصباح فهذا اليوم مناسب للعمليات الجراحية بأي طريقة كانت ما في أي مشكلة مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا يصلح لإزالة الشعر الزائد اليوم ولو أنه ما بنصح فيه لأنه بدأ ولادة الهلال يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي طبعا في فترة خلو المسار ما بنصح لأعمليات جراحية ولا تجميلية بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الدلو خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 13-1 بيبدأ خلو المسار الساعة 9.58 دقيقة صباحا وبينتهي اليوم التالي اللي هو يوم صباح يوم الأحد الساعة 3.29 دقيقة من صباح يوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحوت يعني خلو المسار رح يكون طويل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر الجديد عمره يوم في تمام الساعة 45 دقيقة صباحا بصير يومين نسبة الإضاءة 3% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيدة بنسبة 100% الآن ساعات الفجر بتصير سعيدة بنسبة 60% القمر في الجديد ورح ينتقل للدلو ورح يظل في الدلو ليوم 14-1 سعيدة الآن بنسبة 10% في ساعات الفجر منتحس بنسبة 10% ساعات المساء منتحس بنسبة 25% عطارد في القاوس حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 25% وفي ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 10% الظهرة في القاوس حتى يوم 23-1 سعيدة بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 60% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بيظل القمر موجود زي ما حكينا في برج الجدي فبتظل الفترة هاي مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن حاولوا قدر الإمكان إنه ما تخالفوا القوانين أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية ما تبقوا وحيدين لأنها فترة ممتازة جدا على المستوى الاجتماعي وفترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر خلالها الاتصالات والمواعيد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل الجو مناسب للدراسة والسفر والاتصالات لا سيما البعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم أما من ساعات الصباح فأنا بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش إنه ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد التزم بالمسئوليات لأنها هاي فترة واحدة بالنسبة للك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات أو الحوارات وبرضو بيكون في نوع من أنواع اللقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب سفر أو تسويق أو نشر أو دراسات عليا بتفرح لا انتصار أو لا رحلة أو لا مشاركة ناجحة أهم شيء أن تحرك على مختلف الأصعدة حتى على المستوى العاطفي ممتاز برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتظل الأجواء مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن بظل الضغط موجود لأن القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا التعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطكم بيطمعين بالكم وبتفرحوا لتطور ما فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك من الآن ولغاية ساعات الصباح انتبهوا لغذاءكم وراحتكم لأن القمر برضو بيتجه باتجاه مقابلتكم فطاقتكم بدأت تنخفض في ساعات الصباح يعني بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا أي كلام أو توجهوا أي ملاحظة لأنه اليوم خصمكم قوي ما بيرحم وبتحمل لك هاي الأيام إذا التزمت بالتعليمات والهدوء ارتباط مهم فعشان هيك بدك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي بالنسبة لما وليد برج العذراء من الآن ولغاية ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم وبتنفرج أسريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا أما من ساعات الصباح وما بعد وانا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم لا تهملوا صحتكم حاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن أنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب تظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة وممكن تشعر بالتوتر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة أو تظهر بعض المشاكل الشخصية أما من ساعات الصباح وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم تفرح لإنفراج ملموس ترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تخلقكم اليوم بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية هذه فترة مناسبة لإلتقاط أنفاسك بعد أيام عاصفة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات لا يعني القصير ولكن الاتصالات بتكون كثيرة عندكم اليوم وبظل هذا الوقت من الآن ولغاية ساعات الصباح مناسب لا اجتياز امتحان أو مقابلة وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحضوض أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية لطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك ولا تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا لأجواء من الآن ولغاية ساعات الصباح بتحمل لك فرصة لمكسب مالي وعلى الأغلب هذا المكسب بيجي من عمل إضافية أو مستردات هباد دعم مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وانتنعوا عن مشتريات غير ضرورية أما من ساعات الصباح وما بعد بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبتصير فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك وممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة وبتقوم باتصالات واسعة بتصبر عن اتفاق ومصالحة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح فقد تكون بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا بخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية وبرضو تحمل هاي ساعات نوع من أنواع الانفراج ولكن القمر الآن بتجه باتجاه بيت المال فبين ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم لا تغامروا بأموالكم لأنها فترة حذرة مالياً ومعنوياً فما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة انتوا بحاجة لكل التعاطف والتضامن ورغم هيك إلا أنه في بعض الانفراجات المالية أو المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات بالنسبة لعموليد برج الدلو طبعا ما زال الضغط موجود لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح فمن الآن ولغاية ساعات الصباح بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم أما من ساعات الصباح فهنا القمر بوصل لعندكم بتستعيدوا نشاطكم وحيويتكم تستعيد حماستك وعزيمتك بتمارس جاذبية لا تضاهى للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وبرضو بتحمل لك خبر سار برج الحوت بالنسبة لعموليد برج الحوت طبعا القمر الآن باتجه باتجاه بيت متاعبكم فبدأت الطاقة تنزل شوي شوي ولكن ما زالت الأوضاع على مستوى تعزيز صداقاتكم وعلاقاتكم الاجتماعية جيدة ولكن بدون فرض السلطة والسيطرة والعصبية على الأشخاص اللي بيحيطوا بيكم ولأنه ممكن أنك تحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة وحذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر